رويدة لا أعرف الأطفال في هذه الفترة دائما يرقصون أمام الكاميرات ويقدمون عروض مع والدتهم ربما أختهم الكبرى لا نعرف الجيل الكبير والصغير في هذه الأيام يمارس على التيك توك وعلى كل النشاطات خبرنا على كل حال يتعلق بهذا الموضوع ليس كذلك تنتشر بين الحين والآخر تحديات تغزو العالم الافتراضي وتأثر بها الناس لدرجة كبيرة طمعا في الظهور والشهرة وتمر بسلام غير أن بعضها تحول إلى مغامرة قاتلة حين حصد روح طفل مارس تحديا يعتمد على كتم الأنفاس فلفض أنفاسه الأخيرة في وقت يشدد فيه معنيون على أهمية تعزيز الوعي في هذا السياق نشاهد التقرير تحديات قاتلة تمارس عبر تطبيقات السوشال ميديا المختلفة تحصد أرواحا جراء التقليد الأعمى لسلوكيات خاطئة يتأثر بها الأطفال والمراهقون والكبار على حد سواء طمعا بالحصول على تريندات ورواج وشهرة أحدث تقليعاتها طفل يدفع حياته ثمنا لتحدي التعتيم عبر تطبيق تيك توك والذي يقضي بحبس أنفاسه حتى فقدان الوعي إذ تأثر بهذا التحدي بعد رؤية أشخاص يقومون بذلك ظنا منه أنها لعبة مسلية أو مزحة وتمضي ولكن النتيجة صادمة وبجولة سريعة على أنواع التحديات التي يتبعها بعضهم نجد مقاطع فيديو كثيرة تروج للخطير منها كالوقوف على حافة هاوية أو تحدي كسر الجمجمة أو الاستلقاء على البطن بمنطفق طريقة الضلام أو قيادة السيارة في أثناء إغماض العينين أو الاختفاء وغيرها من تحديات لا يحمد عقباها معنيون يشددون على أهمية مراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم في غرفهم ليتواصلون مع عالم افتراضي لا يناسب أعمارهم مشيرين إلى ضرورة نبذ التقليد الأعمى وأهمية تنمية المهارات العقلية والجسدية في نشاطات مفيدة ويؤكدون كذلك ضرورة الوعي والحذر من تصديق كل ما يشاهد عبر السوشال ميديا أو التأثر بها لافتين إلى أن هناك تحديات لطيفة وآمنة إذا كان لابد من ذلك مثل تحدي الصور القديمة والحديثة أو تحدي ظهور الفتيات بلا مكياج وغيرها من تحديات لا ترتبط بأي خطورة بل تقعد من نطاق الترفيه والتسلية مخاطر تحديات السوشال ميديا تتعدى في بعضها المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية وإنما هي ثقافة جديدة تدق ناقص تغيير مفاهيم المغامرة وصولا إلى فقدان الحياة وهنا تكمن الخطورة الكبرى ينضم إلينا من عمان أستاذ علم الاجتماع دكتور فائق الفراج أهلا وسلام بك دكتور فائق يعني ما هي الأسباب التي تدفع هؤلاء المتابعين إلى المغامرة بهذا الشكل والقيام بتحديات غريبة قد تؤدي ببعضهم إلى فقدان حياتهم كالطفل الذي تابعناه قبل قليل الصباح الخير أول شيء أعطيكم العافية يعني الصراحة أنت قلت الأسباب وفعلا هو أي سلوك إنساني من مرحلة الطفولة حتى مرحلة الشيخوخة يجب أن يكون وراء سبب ومسبب ما بيجي بطريقة عشوائية هذه الأسباب التي تؤدي ترتبط بالمسبب ثم تؤدي إلى نتيجة حتمية فهناك أسباب كثيرة جدا لكن أنا بدي أركز على التمركز حول الذات إشهار الذات يعني خروج الطفل مثلا عن الوضع الاجتماعي الذي عايش فيه كثير من الأطفال بيبحثوا عن ذاتهم محاولة أن أنا شخصيتي هي الأفضل وهي الأحسن هذه المرحلة أو هذا الجانب أو هذه الشخصية شخصية نوعا ما تتجه نحو النرجسية وبالتالي كثير من الأهالي أو من العائلات لا يعرفون لقلة الثقافة الاجتماعية لا يعرفون كيف ينتقل هذا الطفل من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى عفوا طبيعي الإنسان يمر في مراحل الطفولة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة ثم ينتقل إلى مرحلة ما قبل الشباب ثم الشباب ثم ما بعض الشباب حتى مرحلة الانتكاسة ومنسمى مرحلة الشيخوخة إذن هو إثبات الذات البحث عن الذات وبطريقة يعني أنا أعتقد أن العقل يكون غائبا عن هذا الجانب أو يكون غائبا في عملية التوجه لهذا الشخص دكتور فائق على ما يبدو هذا الموضوع إثبات الذات والبحث عن الذات ليس مقتصر على الأطفال يعني إذا بحثنا عن المسببات أنا نفسي أحيانا نتسأل لماذا ننشر حتى على صفحات التواصل الاجتماعي بعيدا عن التيك توك وتحديات التيك توك المتعلقة بالأطفال ما الذي يدفع الكبار لأن نشر هل نحن بحاجة لنوع من الإطراء بحاجة لنوع من يعني ما هو الدافع السايكولوجي الذي يدفعنا لنشر أشياء تخص حياتنا الخاصة نبحث عن ماذا من خلال السوشال ميديا وبالتالي من خلال التيك توك لأن ما يفعله الأطفال هو انعكاس عمليا لما يقوم به الكبار الأهالي هم يشاهدون أهاليهم ينشرون الصور ربما يغنون إلى ما ذلك لكن هناك علاقة أخرى ما هو الحافز أو ما هو الدافع الذي نبحث عنه حين ننشر على وسائل التواصل الاجتماعي بغض النظر عن أنواعها وشكلها الصراحة يعني هذا الجانب مر في جميع مراحل العمر وانت تفضلت أنه كبار حتى الكبار بالسن ممكن يكون بهذا العمل يعني مثلا ممكن زوجة تنشر على تيك توك عملية الطبخة التي تطبخها في البيت أو اختيارها للملابس أو تصوير معين هذا الكلام بدل على أن الثقافة لهذا الإنسان لم تلعب دور كبير في عملية التهديب الاجتماعي والنفسي يعني برضو كمان هذا الكبير أنا ما بقول يبعث عن ذاته لأنه هذا عايش فترة زمنية طويلة بس كأن نوع من تلبية للفراغ النفسي اللي بيعيش في هذا الإنسان أو الخروج من المضايقات أو خروج من تأثير العوامل الخارجية التي تؤثر عليه في مجتمعه ويعتقد لك شكرا جزيلا لك أستاذ علم الاجتماع كنت معنا من عمان الدكتور فائق الفراش شكرا جزيلا لك